السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد خاص بالأعمال اليدوية غدي نشارك معكم واحد العمل في قمة البساطة والسلاسة واحد العمل لي هو سهل بزاف وما فيش حتى شي أدوات كثيرة وكذلك كنحضروه في دقائق معدودة يعني ما غياخدش منكم شي وقت نهائيا وكي قلت لكم وكيحتش حتى الماتريال هنا أول حاجة كي كتشوفو يعني الأشياء اللي غنحتاجوا غنحتاجوا هاد الطباس لهادو ممكن تستعملوا أي نوع بغيتو أنا كنشارك معكم غير فكرة أنا أخذت هاد الطباس لهادو كديرو ثلاثة دراهم يعني الثمن ديالهم رخيص ما غاليش بزاف وفيهم عد النقوش جايين زوينين وناسقتوا مع هاد الزلايف حتى هما بثلاثة دراهم يعني ماشي غاليين ثمن ديالهم مناسب ورخاص بزاف مشي ضروري تستعملوا نفس هاد الشكرا كين أشكال عديدة أنا غنعطيكم غير فكرة ومبعد انتو ما غادي تنسقوا التبصيل مع الزلاف اللي غايجي معها صافي هنا يا أول حاجة غادي نديروها غادي ناخدوها الطباس لهادو وغادي نسبغوهم بالنسبة للصبغة كتبقى اختيارية أنا غادي نستعمل لون الفيدي ممكن تستعملوا اللون الذهبي كي يجي حتى هو زوين هادي هي الصبغة اللي كنستعمل كما أنكم ممكن تخليوهم غير طبيعي نراهم الشكل ديالهم غزال وهنايا ما تدوش علي تديرها عمرة بالصبغة البيضة كنت نصيب واحد العمل وسقط فيها الصبغة ويمسا فيك ناخدو ببانسو كنصبغو بها الطريقة نحاولو ما أمكان أنا ما كترش كميات الصبغة سوف نديرو غير واحد الكيميات قليلة ونصبغو بها وهناك كتشوفو أنا مادرش الصبغة من الداخل ديال الطبسي باش من بعد فاش نحطو فيه الماكلة ما تدرناش ديك هاديك الصبغة درتها هين برا ونبغي نشير لواحد الملاحظة بالنسبة للاخوات اللي كيقولوا انهم يلغسلوا هاد الاوانيرا غا تحيد الصبغة الاختو ان الصبغة تحيد غادي تاخدو اما الفيرني الفيرني العادي باش كنصبغو البيبان غا تديرو منو واحد طبقة من الفوق لانه كيشكل واحد طبقة عازيلة هكا ما تخافوش نهائيا ان الماء يوصل لهذيك الصبغة وتزول او لو تحيد ويلا ما كانش عندكم الفيرني ممكن تستعملو كذلك كولا غريفي حتى هي تديروها كيتباعو كل شي هاد المواد اللي كانتكار كيتباعو للناس اللي كيبيعوا مواد البناء غادي تاخدو كولا غريفي وديروها كطبقة عازيلة فوق الصبغة باش هكا اتضمنو واخا انكم تغسلو هاد الاواني ولا حتى تحكوها مزيان بمصحوق غاسي الاواني ما تزولش نهائيا صفي هنا كذلك كانحتاج لهذا المقابد بالنسبة للتمن ديالهم هادو خضيتهم بجوش دراهمونس كين ديال ثلاثة دراهم كين حتى ديال خمسة دراهم مهم انا كيقول لكم هادو خضيتهم بجوش دراهمونس هنا كيكا تشوفو كانوا عندي اللون ديالهم دهابي غادي نصبخوهم الاسفل باللون المفدي باش يجيون بنسقين مع هاد الاواني اللي غنصايب هادو راهم مقابد كيديروهم في البلاكارت بالنسبة الاخوات اللي كيسولوا على الاسم ديالهم حتى هم ممتوفرين عند الناس اللي كيبيعوا مواد البناء صفي هنا يكا نخليو هادو كالطباص اللي حتين نشفوه مزيان وغادي ناخدو هاد الزلايف هادو باش غادي لسقو فيهم المقبض بالنسبة للساق انا هنا غير باش نكمل تصوار ضغياء غادي ننسوه نلسق عفو نغيب مسدس شمع ما كنصحكمش من بعد انكم تهزو هاد الاواني من هاد المقابد يعني غا تهزوهم الزجاج غادي تحطوهم غير كا ديكور كان عاود ناكد غير ديكور اما الا كنتو بغين يعني انا بغيتو تهزو منهم غا تاخدو السيليكون باش كلسقو الزجاج وغا تديرو حد الكمية وطلسقو تخليوه الليلة كاملة يبات كنا عاود ناكد انو ضروري تخليوه حد الليلة كاملة لان السيليكون كيكا تعرفو را ما كنش فيش ضغياء سفي انا اكتافيت هنا بمسدس شمع لان انا غا نخليهم غير ديكور ما كيلاش نحتاج نهز منهم بها الطريقة هادي وغا دي ناخدو المقبض الثاني حتى هو غا دي لسقو بنفس الشكل من الاعلى هانتو مرة الشكل بدك يتضح ديال هاد زلايف وغا يعطي واحد المنيدين رائع سفي كنديرو حد الكمية دي المسدس شمع وغا نتبتوهم الفوق ونضغطو عليهم زيان بها الطريقة هادي سوف نخلي واحدتين شف راكي نشف يعني في وقت معدود ما كيحتاش شي وقت كتير داب هنا يا غا دي ندوز باش غا دي نزينو بهاد الاستراص غير باش نعطيه واحد اللمعة خفيفة غا دي تاخدو هاد الاستراص اللي كان ستعمل دي ما ونعود يعني نذكركم بالتامن ديالو راكي دير 15 درهم المتر ورا في هاد الرو المتر راكي يكون في واحد الكيمية كتيرة كي يكون فيها العرض وهادا راه ديال بلاستيك ماشي ديال الزوجاج على داك شي التامن ديالو رخيص هاد المرحلة كتبقى اختيارية ممكن تستغنوا عليها كما انكم ممكن تديروها سفي هنا يا كنجربوشي جوجوج اللي غا دي ناخد من الاحسن غير واحد ليستراص بهاد طريقة وانا غا دي نتبت بهاد بس بعلاف هادي كي تبتو بيها الاحجار على التوب كما انكم ممكن تبتو بيها الاحجار على الزوجاج راكي تبت مزيان وحتى خدمة ديالها راكي تجين فينيا ما كيجوش فيها شي كوتال بحال مصدس الشام عملي كي نشيف كي بقى كي بقى وليتراص ديالو كي بانو هادي اللي يعني ما كتبينش نهائيا انه كينا شي كولا وبالنسبة للتمند هادي ما بقيتش عقلة بالضبط واش تلتاش لدرهم او لخمستاش لدرهم ما يعني ما بقيتش عقلة على التمن بالضبط كتبا عند الناس اللي كي بيعوا مواد الخياطة او لا لوازي من الخياطة هناك كي كتشوفو كنتبت هادي الاستراص هادي على هادي المقبض غير باش نضيف واحد اللمعة انتوما لا بغيتو تديرو كذلك الاستراص من الجوانب الاسفل ممكن انكم تديروه انا خدمت معاكم هنا يا غير جوج ممكن تديرو اربعة كيجي الشكل ديالهم راقي وتحطو فيهم اشياء كتير ومختلفة انتوما كيجي كيجي الشكل ديالو زويون واحتى هادي المقبض راكي يعطي واحد الاضافة وكيزيد يعطي يعطي واحد القيمة واحد الجمالية سوف هنا ايا بنفس الطريقة غادي ندوزو هاد الشكل التاني وغادي نديروه الاستراص كان عبرو القياس اللي غايز زيديه الاستراص وكنديرو هاد اللي ساق نعاود نذكر بالاسم ديالو بسبع الف كيتباع عند الناس اللي كيبيعو مواد الخياطة راكي يلسقو به الحجارات غير هو كيخستكم تصبرو لي شوية باش ينشف لانه كياخد الوقت باش كيينشف سافي كندورو ليستراص بهالطريقة هادي كيكتشوفو راكي الشكل ديالو كيجي رائع وما كتبانش نهائيا باللي راها كانت غير زلا فودرنا لها واحت تدور لهوا سهل بهالطريقة دابكا اضافات كيبقى ليكم الاختيار ممكن تزيدو عليها اشكال عديدة ممكن تستعملو هاد الشوشة هادي تديروها من الجوانيب باش تعطيوها واحد لمسم غريبية تقليدية بالنسبة لهاد الشوشة اللي باقي ما شافش الرابط ديال طريقة تصنع الشوشة انا غادي نخليه في صندوق الوصف ديروها بهاد الشكلها راكي تعطيها واحد المنايدر زبان وكتزيد واحد الجمالية بغيتو تستغنو عليها ممكن تستعملو هاد 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 تستعملو هاد الخميسات هاد وبهاد الشكلها كيكونو فلاقيق تلسقوهم هكا او لتديروهم في شي خيط وديروهم مع الجوانيب حتى هما كيجير من ايضر ديالهم زوين هادو كيبقوا غير لمسات بسيطة ممكن انكم تضيفوها وكيكتشوفو هاد هوا الشكل النهائي ديال طواجنت اللي صايبنا بطريقة سهلة وكيتقامو رخاص خصوصا انكم عارفين دابتت من ديالهم في الاسواق كيكون غالي وغير طواجنت العاديين كيديرو 13 لدرهم هادو غادي تقامو علينا بوحدة مرخيص كيقوت لكم انا طبا يسايلو زلافة اخذتهم بثلاثة دراهم ثلاثة دراهم وهاد المقبض بجوج دراهمونس يعني يحسبوه را غايتقام مرخيص بزاف وكيتصايبو شي حاجة كيكنقول دي مع الشهوة ديالكم كيجي شكل ديال عمختلف وماكنش بحالها في الاسواق وهانتم كيكتشوفو هاده هو الطباسيل كيجي المنادر ديالو رائع وهاده هو الغيطاء هانتم كيكتشوفو را ما كيباش نهائيا بانه كان زلافة انا غنحطوه هنا باش تشوفو الشكل ديالو رائع وهانتم كيكتردو البال انا مني هزيت را ما هزيتش من المقبض هزيت من زلافة وشكل ديالو كيجي زوامر ممكن تستعملوه بزاف ديالاشياء ممكن تديرو فيه التمار زلابية البرايوات كونفيتير مكسارات اي حاجة بغيتو وهدا هو الفيديو دياليوم بلا منزيد نطول عليكم كتر وكيف كان قول ديما كنتمنى نكون فتكم ولو بالقليل ونكون خيفة ضريفة على قلبكم واللي باقي ما شتركش معايا في القناة يشترك معايا وضغط على الزر الاحمر صابوني او لا اشتراك وكان واحد الجارس صغير يضغط عليه حتى يدير واحد شريطات مع الجوانب باش هكي يضمن انكم يوصلكم الجديد وبالنسبة الاخوات اللي ما كيوصلهمش الجديد للقناة غادي ضغطوا على ذاك الزر او على ذاك الجارس حتى يطفيوا ويرجعوا يشعلوا حتى يبانوا في واحد شريطات مع الجانب باش هكي يوصلكم الجديد للقناة ويلا عجبكم الفيديو دعموني بلا جيم وبرتاجوا مع الاصدقاء ديالكم وشكرا